بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وآله وبعد أهلا بكم أحبتي في حلقة جديدة نتابع فيها العلم والعمل سويا في تلاوة القرآن اليوم مع عنوين أربعة واحد نستكمل الجانب العلمي اثنين الجانب العملي ثلاثة في كلمة علمتها بالأمس كيف تصلها اليوم كيف تقف عليها أربعة آيات اليوم دروس هامة عملية يلا مع وحدة وحدة كده أول درس معنا باختصار شديد نتابع فيه سويا المد اللازم الحرفي إذ انتهينا من الكلم مخففا ومثقلا ابتدأنا مع الحرفي بمقدمتين واحد تعلمنا الحروف يجب أن يكون هذه الخريطة أو أن تكون هذه الخريطة أمام عينك إيه هي الخريطية واحد الألف لا مد فيه مطلقا حي طهر حايا طهارا دول كده طبيعي عين ديل وحدها كده فيها أربعة وفيها ستة خليها داية في ذهنك كده سنقص لكم سين نون قاف صاد لام كاف ميم دول ستة على الدوان تعالا نأسم القرآن لأربع أقسان القسم الأول بيبدأ من الفاتحة ونقف عند نهاية سورة المائدة كقسم أول في كم مد حرفي إحنا عايزينه هينحصر هذا في القسم الأول في كتاب الله معي في سورة نتنين بالوقت حاليا الأول في سورة البقرة الثاني في آل عمران الكلمة إيه؟ أول آية في كل سورة من البقرة وآل عمران اللي هي ألف لا ميم ذلك الكتاب ألف لا ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اليوم مع سورة البقرة فقط الأول وحتى تستوعب هذا الدرس عمليا لابد أن يكون معك ورق وقلم وتكتب الآن ما أقوله لك هي أمامك في المصحف كلمة واحدة ألف لا ميم لكن عند النطق سيادتك أتقول ألف فكلمة ألف هذه فيها مد تعلمنا في القاعدة اللي لست وقتنا من شوية لا مد فيها اكتب بألام لام ألف أخرها ميم شكلها هتحط فوق اللام ألف اللام فتحة علمت المد فوق الألف الميم أخرها ساكن ها لام أخرها ميم ساكنة كتبتها تمام اكتب بأك كلمة ميم يعني ميم يا ميم أدي كلمة تانية كده أصبح عندك كم كلمة أمامك كتبتهم ألف أدي كلمة لام كلمة ميم كلمة أنا عارف بتقول إن إحنا بنتكلم في المد اللازم الحرفي دي كلمات لا هي أمامك كلمة ولا حرف لا دي حروف لكن بطنطق كما تعلمنا في المقدمة الأولى بمسمى الحرف لا برسمه فانتبه لهذا جيدا بعد ما شكلت بقى الكلمات الثلاث دول لو جاء ننطق الكلمات دول وهي أمامك كده هتنطق كده ألف أدي أول كلمة ألف أدي أول كلمة بس ما تقطعش زي أنا بقطع لك عشان أبقى لك الحكم فين طيب ألف لام وإفنة أنا لسه ما كملتش الحرف اللي بعديه الحرف ده في ذاته كده لام أخر إيه؟ ساكن أتى بعد حرف المد ساكن غير مدغم حتى الآن فهسميه إيه؟ مد لازم حرفي مخفف ده حتى الآن أنا لسه في أول كلمة في أول حرف لام لحد الآن هو الميم إيه؟ ساكنة طيب الحرف اللي بعديها أوله ميم والميم أولها محرك وتعلمنا إذا التقى مثلاني والأول ساكن والثاني محرك يدغم الأول في الثاني يبقى لما تصل لام بكلمة ميم هيبقى كده النط ألف لام أنا لسه ما كملتش عملت وقفة هنا ليه؟ عشان هذا المد مش مد لازم حرفي مخفف ليه؟ ده أنت لسه أيل من شوية مخفف لإني ساكن لكن طالما أدغم الحرف الساكن فيما بعد تحول المد اللازم الحرف المخفف إلى مثقل يبقى كده ألف لام والحد هنا كده لام مد لازم حرفي مثقل طيب ي ميم الحرف الثالث والأخير هنقف هيبقى كده ميم آخر حرفي إيه؟ ساكن غير مدغم فيما بعد يبقى اسمه مد لازم حرفي مخفف اوصل الثلاث حروف ببعض ولا تقطع بينهما ولا تقف كما فعلت أنا ولا تسكت طيب النطء بقى السليم للكلمة على بعضيها أو للحروف الثلاثة كما هي أمام في الرسم هكذا ألف لام ميم يبقى ألف لا مد فيها لام ستة الغن حركتين أدي كده تمانية ستة كمان يبقى هذا الحرف أمامي معي فيه واحد ألف لا مد فيه اتنين لام مد لازم حرفي مثقل ميم مد لازم حرفي مخفف لأنه ساكن طيب ده أنا وإيف تنعيز أوصل أوصل ألف لام ميم بما بعدها لا مانع ألف لام ميم ذلك الكتاب يبقى الميم سكنت حينما وقفت وسكنت حينما وصلت إذن ألف لا مد فيها لا مد لازم حرفي مثقل ميم مد لازم حرفي مخفف إذا وقفنا وإذا وصلنا ده كده أول درس الدرس الثاني سريعا تعلمت بالأمس كلمة أن لن وتعلمتها في سرطة الانشقاق إنه ظن أن لن يحور في الانشقاق هكذا إنه ظن أن ألن ألن يحور يعني في الانشقاق في الآية رقم 14 كلمتين أم كلمة ولن كلمة ويترتب على القطع حكم ويترتب على وصل الكلمة حكم إن تنبارح قرأتها في الآية الثالثة من سرطة القيامة كلمة واحدة ألن نجمع عظامه يبقى موضع القيامة في الآية الثالثة لما تيجي تقف للتعلم أو للاختبار أو للضرار أو للتعليم كما قلنا التعلم إنه ظن أن لن ده في الانشقاق إنما في القيامة ألن فقط لا غير يبقى انتبه للفرق بين الموضعين أدي كده رقم 2 رقم 3 آيات اليوم معك 3 دروس عملية متعلقة بالتلاوة الدرس الأول كل نفس بما كسبت رهينة ينباه الإنسان يومئذ بما قدم في حياته وأخر بعد موته من عمل كذلك أنت ستحاسب القسم الثاني من الآيات درس عملي من الله عز وجل لنبيه ومصطفاه كيف تتعلم القرآن أخي أمي أبي ابني لا تحرك به لسانك لتعجل به يعني إيه اسمع وبعدين أول بعدي ما تلحقنيش أو ما تألش معايا هكذا أمر الله نبيه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه هذا كده الدرس الثاني الدرس الثالث والأخير عدم سماع الكلام وعدم التطبيق ما هي الأسباب الشخصية لكل إنسان منه أجملها الله تبارك وتعالى في سببين حب الدنيا ونذر الآخرة يلا اسمع الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة صدق الله العظيم الدرس الرابع والأخير إيه معنى كلمة وقف؟ بنسمع كثير كلمة وقف وقف تام وقف أقف تعليمي وقف اختباري معنى كلمة وقف آخر كلمة قرأتها نئي مثلا وتذرون الآخرة آخر حرف في الكلمة الصوت إن قطع عنده قطع الصوت على آخر حرف في الكلمة يعني مش في الوسط أي مش في وسط الكلمة ولا في أولها ولا قبل آخرها طيب لما تقطع هذا الصوت تعمل إيه؟ أخذ النفس الآخرة طيب نبدأ مع معتصم نكمل بعدين ألو؟ مفضل يا معتصم الشيخ بس من أول فيه؟ من أول 13 في سورة القيامة لحد 21 بسم الله الرحمن الرحيم ينبع الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتفع قرآنه ثم إن علينا بيانه جميل يا معتصم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة شكرا يا ابني سوطة جميل أرجو تنتبه الأحكام أن تكون تامة غير مائعة فضل يا مودة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ينبع الإنسان يومئذ بما قدمت وأخر بالراحة بالراحة يا بنتي بما قدم وأخر بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بطيره ولو ألقى معاذيره لا تحرج به نسانك لتعزل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا الغنة اضبطيها زي ما عملت أيوة كده أحسنتي ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون وراء وتذرون الآخرة شكرا يا مودة أحييك يا مودة إن أنت لما بتؤدي الغنة في الحرف المشدد كأنه إخفاء أو إدغام بترجعي وتعيدي أرجو الدرس دا يتعلم منك معتصم وما يعش الغنة كده ويتعلم منك يا مودة هذا الدرس إن أنا لما أخطأ في حكم أرجع وأعيد وأصلح مش عيب ولا حرام أحسنت يا مودة ربنا يا بارك فيك يا بنتي معنا إمام القاهرة السلام عليكم وعليكم السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر إمام تلاوتك بقت كويسة لا داعي للتكلف خلي بالك بقى وتقرأ كده ينبأ الإنسان حاضر حاضر ينبأ الإنسان بما قدم وأخر يومئذ يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة 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 مش بسيء بصيرة 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 إن علينا بيانة شكرا يا إيمان كلا بل تحبون لسه كلا بل نعم كلا بل تحبون لسه فائتين وتذرون الآخرة أحسنت يا إيمان ربني بري فيكي حج سعاد من الجيزة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام حج سعاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بالراحة كده بما قدم وأخر بما قدم وأخر لا مش قدم وأخر بما قدم وأخر أيوة وأخر أيوة كده ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة 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 ولو ألقى معاذيرة معاذيرة أبين الحرف الأخير الهاء معاذيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به بالراح بالراح قولي ورايا كده لا تحرك به لا تحرك به لسانك لتعجل به لسانك لتعجل به أيوة كده كملي إن علينا جمعه وقرآنه 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 أيوة فإذا قرأناه فاتبع قرآنه بالراح كده فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أيوة ثم إن علينا بيانه علينا بيانه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وتذروا وتذروا وتذرون الآخرة جميل يا حج سعاد أحسنتي ربنا بارك فيك وارزخنا إياكم جميعا اللهم العمل بما علمنا اللهم أمين تفضلي حج زينة بن سويف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك كثير خالد الحمد لله يا رب العالمين بارك في عمرك يا رب وإياكم جميعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يوم لا إله إلا الله ينبأ الإنسان يوم ذا بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه كما مر إن علينا إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتزرون الآخرة لا وطيبا ربنا بارك فيك ومن جزاك لكل خير بس أرجو من نتكش على الهأ أو نتكلف فيها الحمد لله ربنا منعين بالنقص الصحيح لا نزيد فيه معنا يا اسمين من القاهرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله يا رحمن يا رحيم ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معازيره لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك لا تحرك لا تحرك لا تحري لا تحري لا تحرك لا نطق الرأة غلط قولي ري لا تحرك أيوة كده لا تحرك 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 لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاستبع قرآنه قرآنه أحسنتي ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتزرون الآخرة صدق الله العظيم أحسنتي يا سميه ربنا بركك يا بنتي جزين نور من القاهرة أعوذ بالله من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخطر في غنة عدة تنبأ الإنسان تنبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخطر بل الإنسان على نفسه بصيره بصيره أخر حتى مربوطه بصيره أيوة كده ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتظهرون الآخرة جميل نور الله يفتح عليكم ما شاء الله جميل معنا أنس من اسكندرية تفضل يا أنس السلام عليكم معنا اسم أنس البشير يا أهلا وسهلا سيد أنس تفضل بسم الله الرحمن الرحيم ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وعفر بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتزهرون الآخرة صدق الله العظيم صدق الله العظيم ماشي يا أنس وعليكم السلام يا أنس ورحمة الله وبركاته يا أنس تلاوتك طيبة وجميلة لا تغلب الأداء على الأحكام ما تشبعش في الحركة إن علينا ثم ما قلش إن علينا ولا ثم فما تنطش في الحركات وما تزودش في الغنان إنها متلوتك جميلة معنا سلمة بفضل يا سلمة أنا جاهزة بفضل يا سلمة بسم الله الرحمن الرحيم بل إنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك بتعجل به إنا علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إنا علينا بيانه كلا بل تحبون العادلة وتذرون الآخرة شكرا يا سلمة يبدون الخط يعني ما كانش جايت في السماع أرجو تخلي بالك من أنها أقولك عدوات واحد بلاش تزودي ألف بعد نون إن فتحة بس إن إن علينا كمان أخلي بالي ما قلش به بقى فيها مالا لا به فأخلي بالي وأدلغوا نحقها وبلاش الأشياء ديت أحسنتي سلام ربينا فيك أحبتي فاصل قصير ثم نعود إليكم بحول الله وقوته ترجمة نانسي قنقر رابع عصرا على قناة الناس قناة الناس ما يمين سلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه بعد أحبتي بحول الله وقوتي عدنا إليكم نبدأ مع عبد الرحمن وأنا اسمي القاهرة تفضلي عبد الرحمن ينبع الإنسان يومئذ ينبع الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بطير ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم إن علينا بلانه كلا كلا لا وضر كلا بل كلا بل كلا بل تحبون العاجلة وتذارون وراءها وتذارون الآخرة طيب يا عبد الرحمن صوتك جميل وحلو بس بلاش تزعق جامد عشان ما يتعبش بعد كده يلا يا أنس السلام عليكم وعليكم السلام يا أنس ورحمة الله على الآية الحمد لله حبيب يلا قرأ يا باب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ينفع الإنسان على نفسي بصيرة يا أنس نعم قول ورا يا حبيب عندك كم سنة يا باب ست وثنين طيب قول ورا يا أنس وما تزعقش أوه عشان صدق ما يتعبش قول ورا يا بالراح ماشي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بما قدم وأخر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لا تحرك به لسانك لتعجل به لتعجل به إن علينا إن علينا إن علينا جمعه وقرآنه جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وتذرون الآخرة صدق الله العظيم صدق الله العظيم أحسنت يا أنس ربني بريك فيك ابني جزاك الله كل خير حبيبي درس عاملي مهم جدا تفضلي يا سيهام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذو الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ينبأ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأقر بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجب به إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعَ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَالْنَابًا تُحِبُّونَ الْعَاجِنَةَ وَتَذَرُونَ الآخِرَةَ سُبَّقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ كِلَا وَطَيْبَ رَبِّي بَلْفِيكِ معنا أحلام القاهرة وعليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَةَ كَالَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الآخِرَةَ ما شاء الله تلاوة طيبة حج أحلام الله يفتح عليك شكرا عام للجميع لكل من قرأ وخاص لأنس لأنه طبق آيات اليوم عمليا إِذْ سَمِعَ فَاتَّبَعَ نعم؟ معانا مين؟ معانا محمد من الغربية فضل يا محمد إِلَمْ عَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ بَرَكَاتُهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرُّجِيمِ بِسْكُمْ لِلَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بَلِّ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقُوا مَعَذِيرًا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعًا وَقُرْآنًا فَإِذَا قُرْأْنَاهُ فَاسْتَبِعْ قُرْآنًا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَجِلَةَ وَتَزَرُّونَ الْآخِرَةَ شَدَقَ اللَّهُ نَعْضِيمُ تلاوة طيبة أستاذ محمد جزاق له بخير أستاذ محمد الله يفتح ليك ما شاء الله طلاوة جميلة بس تخلي بالك من بعض الهاءات تكون ضعيفة شوية الهاء حرف ضعيف يحتاج لبيان ربنا بري فيك إبن معنا فاطمة فضل يا فاطمة فضل يا حاجة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعُ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ يا حاجة فاطمة طول ما حضرتك بتسمع كليفزيون والتبعيه حتت لحبطي ومشتعرف تقري فلو سمحتي وطي الصوت خالص وخليكي مع السماعة وابدأي من أول تاني وركزي في القراءة ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِّعُ قُرْآنَهُ طيب شكرا الحج فاطمة جازاك الاخير حج فاطمة ارجو ان شاء الله في المرة القادمة معنا اسماء من اسوان السلام عليكم وعليكم السلام يا اسماء اتفضل يا اسماء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر بل الانسان على نفسه بصيرا بصيرا يا اسماء بصيرا تأمر بوطة معاذيرا اخرها هاء ضمير ففي فرق بين التاء المربوطة والهاء الاتنين في الوقف هاء لكن لازم اخلي بالي من بين هذه الهاء بصيرا معاذيرا حيبان الفرق لو وصلنا بل الانسان على نفسه بصيرا ولو القى معاذيرا لا تحرك فلازم اخلي بالي في الوقف من الهاء يا بنتي كمان مرة كده بل الانسان على نفسه بصيرا ولو القى معاذيرا لا تحرك لا لا تحري تحري لا تحري لا تحرك لا تحرك لا اعدي لي الرأي يا بنتي الرأي كده مش صحيحة لا تحرك لا تحرك لا بص يا بنتي تحري حافة حراشة ده حر راكس رادي تحري لا تحري لا تحرك لا لسه مش صحي كده الرأي بنتي تحري غلط لا تحرك به لسانك لا تحرك لا تحرك به لسانك لتعجل به إنا علينا إنا علينا ما فيش ألف بعد نوم يا بنتي إنا علينا إنا علينا إنا علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إنا علينا زيها ثم إنا علينا ثم إنا علينا بيانه 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 كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة شكرا يا أسماء وخلي بلك من رأي بنتي من قوله لا تحرك وما شاكلها من الرأات ربنا يبارك فيك معنا عمر من الأليوبية بسم الله الرحمن الرحيم ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وآخر بل الإنسان على نفسه بطيرة بصيرة يا عمر بصيرة بصيرة ولو ألقى معذرة ولو ألقى مش آ مش قلت قلش ألقى ولو ألقى معذرة لا تحرك به لا تحرك به لا تحرك به لسانك لتعجل به لتعجل به لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذارون 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 الأخرة جميل يا عمر ربنا بل فيك يا ابني جهدي مشكور معنا عائشة من قاهرة وعليكم السلام وفضل يا عائشة ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وآخر بل الإنسان على نفسه بصير ولو ألقى مع زير لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحب تحبون العجلة وتذارون الآخرة شكرا يا عائشة بس أهد السرعة شوية لو سمحتي وخلي بالك ملهاءات في الآخر حينما نقف عليها تكون واضحة وبينها معنا هبا من القاهرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ينبأ الإنسان يومئذ مجمى قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصير ولو ألقى معزيرة لا تحرك به نسانك لتعجل به لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه يا ريت تخلي بالك من الغنان إخفاء وحرف مشدد إن علينا إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العازلة وتذرون الآخرة جميل جميل سهلا ما شاء الله ربنا يبرك فيك وأرجو بأن ننتبه للتفخيم والترق بعد كده ربنا يبرك فيك معنا رقية مسكندريات فضل يا رقية بصيرة يا رقية مش بصيرة ومعاذيرة لا بصيرة أيوة كده ان علينا دي قافية بنتي وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه زيها فاتبع قرآنه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه إن علينا ثم إن علينا ثم إن علينا بيانه كما تحبه إلى العاجلة وتزروح الآخرة شكرا يا رقية ربنا بري فيه جزاك نقول خير معنا سامي من الجيزة أهلو طيب عليكم وعليكم شأن الحج سامي تفضلي شكرا ممكن تكرأه يا شيخ ونكرأه وراك بعد إذنك حاضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ينبأ الإنسان ينبأ الإنسان يومئذ بما ينبأ الإنسان يومئذ بما أنا أسمتها لحضرتك عشان ما نطلق باش طيب ما أسمعه فإذا ما أسمتها أقولي ورايا عشان نفس حضرتك وعشان القراءة وإياك يا رب ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر قدم وأخر بل الإنسان بل الإنسان على نفسه بصيرة على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لا تحرك به لا تحرك به لسانك لتعجل به لسانك لتعجل به لسانك لسانك لتعجل لتعجل به به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة ما شاء الله حق سامي أحسنتي عندما يكون أم الجليلة بتقول هكذا ونسمع ونتعلم تطبيق عملي لما جاء في الدرس الإلهي لحبيبه صلى الله عليه وسلم ولنا جميعا أرجو أن لا تكون هذه الآيات شاهدة علينا بل نسأل الله أن تكون لنا لا علينا اللهم آمين أحبتي في ختم المجلس لنملك إلا نقول سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سلام الله عليكم جميعا ورحمة وبركاته دمتم في رعاة الله وأمنه شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة